مرحباً بكم في نجوم البروج هل سبق لكم أن تساءلتم لماذا تشعرون بالجذب نحو صفات معينة في الآخرين؟ أو لماذا تتعاملون مع العلاقات بالطريقة التي تفعلون؟ حسناً، أحد مفاتيح فهم هذا الأمر يكمن في علامة فينوس الخاصة بكم فينوس، كوكب الحب والجمال يمثل كيفية تعبيرنا عن المودة وما الذي نجده جذاباً في شركائنا وكيفية التعامل مع العلاقات في الخريطة الفلكية الخاصة بنا اليوم سنستكشف عالم فينوس في الدلو الشيق لذا، إذا كنتم متشوقين لمعرفة لماذا قد تقدرون الصداقة والاستقلالية في علاقاتكم أو لماذا تشعرون بجذب نحو شركاء غير تقليديين فالزموا النهاية لمعرفة معلومة مميزة إضافية الاستقلالية الأفراد الذين يحملون فينوس في الدلو معرفون باستقلاليتهم إنهم يقدرون حريتهم واستقلاليتهم في العلاقات وغالباً ما يبحثون عن شركاء يحترمون ويشجعون هذه الصفات على عكس علامات فينوس الأخرى التي قد تعطي الأولوية لأشكال التقاليدية من الرومانسية فإن الأفراد الذين يحملون فينوس في الدلو أكثر عرضة لتقدير الاتصال الفكري والحرية الشخصية على الإظهارات الكبيرة للمودة إنهم يقدرون الشركاء الذين يفهمون ويدعمون حاجتهم للمساحة والاستقلالية مما يتيح لهم الحفاظ على هويتهم الفردية داخل العلاقة غير التقليديين الأفراد الذين يحملون فينوس في الدلو يشعرون بجذب نحو غير التقليدي والمتقدم إنهم يجذبون إلى الأشخاص الذين يبرزون من بين الحشود أولئك الذين لا يخافون تحدي التقاليد المجتمعية ويفكرون خارج الصندوق قد لا تؤثر الإظهارات التقليدية للمودة عليهم بل يقدرون الشركاء الذين يجلبون أفكاراً وآراءاً جديدة إلى الطاولة يمكن أن يؤدي هذا إلى علاقات ليست عادية مليئة بالإثارة والابتكار والشعور بالمغامرة الصداقة الصداقة أمر أساسي بالنسبة لأولئك الذين يحملون فينوس في الدلو غالباً ما يبحثون عن شركاء يمكنهم الاتصال بهم على مستوى عميق وصديقي قبل الانغماس في علاقة رومانسية بالنسبة لهم الأساس القوي للصداقة أمر ضروري لشراكة ناجحة وملئة بالرضا إنهم يقدرون الصدق والولاء والاحترام المتبادل في العلاقات وغالباً ما ينظرون إلى شركائهم على أنهم أفضل أصدقائهم وأصدقائهم الوثيقين هذا التركيز على الصداقة يجلب شعوراً بالأخوة والفهم إلى اتصالاتهم الرومانسية الاتصال الفكري أكثر من مجرد الجاذبية الجسدية في نصف الدلو يشتاق إلى التحفيز الفكري في علاقاتهم إنهم يجذبون إلى الشركاء الذين يمكنهم إشراكهم في محادثات تستفز أفكارهم وتوسع آفاقهم التوافق العقلي أمر أساسي بالنسبة لهؤلاء الأفراد حيث يبحثون عن شركاء يشتركون معهم في الاهتمامات والقيم ورؤيتهم للمستقبل بالنسبة لهم الاتصال العقلي القوي مهم بنفس القدر إن لم يكن أكثر من الكيمياء الجسدية مبتعدين في بعض الأحيان قد يظهر الأفراد الذين يحملون في نصف الدلو بأنهم مبتعدين أو بعيدين عن العواطف في علاقاتهم ليس ذلك لأنهم يفتقرون إلى المشاعر ولكن بدلاً من ذلك لأنهم يقدرون استقلاليتهم وحريتهم قد يحتاجون إلى المساحة لإعادة الشحن ومتابعة اهتماماتهم الخاصة مما يمكن أن يفهم على أنه انعدام الاهتمام أو عدم التوفر العاطفي ومع ذلك بمجرد أن يشعروا بالأمان في العلاقة يمكن أن يكونوا شركاء محبين وملتزمين بعمق مستعدين للذهاب إلى أبعد الحدود لدعم ورعاية أحبائهم متقدمين الأفراد الذين يحملون في نوس في الدلوي متقدمين ويفكرون في المستقبل إنهم لا يخافون من تحدي الوضع الراهن فيما يتعلق بالحب والعلاقات إنهم مفتنون بالاستكشافات الهيكلية العلاقاتية البديلة مثل العلاقات المفتوحة أو غير الحصرية إذا كان يتماشى ذلك مع قيمهم ورغباتهم إنهم يؤمنون بالمساواة والعدل في العلاقات ويرفضون الأدوار والتوقعات الجنسية التقليدية هذا التفكير المتقدم يتيح لهم إنشاء علاقات تناسب احتياجاتهم وقيمهم بشكل فريد مثاليين الإديالية تكمن في أعماق الأفراد الذين يحملون في نوس في الدلو لديهم آمال وتطلعات عالية لعلاقاتهم وغالباً ما يتصورون مستقبلاً مليئاً بالإثارة والمغامرة والابتكار إنهم يجذبون إلى الشركاء الذين يشاركونهم أحلامهم وأهدافهم أولئك الذين على استعداد للانضمام إليهم في رحلتهم نحو النمو واكتشاف الذات بينما قد تؤدي طبيعتهم المثالية في بعض الأحيان إلى خيبة الأمل عندما لا تفي الواقع بتوقعاتهم إلا أنها تغذي أيضاً تفاؤلهم وعزيمتهم لخلق نوع من الحب الذي يرغبون فيه تجريبيون التجريب هو السر فيما يحملون في نوس في الدلو إنهم لا يخافون من تجربة أشياء جديدة واستكشاف طرق مختلفة في علاقاتهم يمكن أن يتجلى هذا بأشكال مختلفة بدءاً من تجربة أفكار غير تقليدية للمواعيد إلى استكشاف أشكال جديدة من الاندماج والتواصل إنهم فضوليون بطبيعتهم ويسعون دائماً إلى توسيع آفاقهم ودفع حدود ما هو ممكن في الحب والعلاقات يحافظ هذا النهج التجريبي على علاقاتهم جديدة ومثيرة وملئة بالمفاجآت متمركزون على المجتمع المجتمع والعلاقات الاجتماعية أمور مهمة بالنسبة للأفراد الذين يحملون في نوس في الدلو إنهم يزدهرون في الإعدادات الجماعية وغالباً ما يشاركون في مختلف القضايا الاجتماعية ومشاريع المجتمع إنهم يجذبون إلى الشركاء الذين يشاركونهم شغفهم بإحداث فرق إيجابي في العالم أولئك الذين هم مدركون اجتماعياً ومشاركون بناء شبكة دعم قوية مهم بالنسبة لهم حيث يؤمنون بقوة المجتمع في إحداث تغيير إيجابي وتحول مبتعدين بالرغم من دفء ومودة الأفراد الذين يحملون في نوس في الدلو قد يبدون في بعض الأحيان بعيدين عن العواطف أو بعيدين عن الانفعال في علاقاتهم إنهم يتمتعون بمهارة في تقسيم عواطفهم محافظين على مظهر بارد وعقلاني حتى في مواجهة مشاعر مكثفة يمكن أن يكون هذا تحدياً بالنسبة لبعض الشركاء الذين يشتهون إظهارات أكثر وضوحاً للمودة والقرب العاطفي ومع ذلك تحت السطح البارد يكمن بئر عميق من المشاعر والتعاطف في انتظار أن يكتشفه الشخص المناسب رؤساء الرؤية إحدى الصفات الأكثر إثارة للاهتمام في فينوس في الدلو هي طبيعتهم المبتكرة إن لديهم القدرة الفريدة على النظر بعيداً عن اللحظة الحالية وتصور مستقبلاً مشوقاً وثورياً إنهم يجذبون إلى الشركاء الذين يشاركونهم رؤيتهم للمستقبل أولئك الذين على استعداد للحلم بشكل كبير والتفكير خارج الصندوق تتيح لهم هذه الروح المبتكرة إنشاء علاقات تتمتع بالابتكار والتقدم والإمكانيات اللامحدودة في الختام يجلب الأفراد الذين يحملون فينوس في الدلو نسمة من الهواء النقي إلى عالم الحب والعلاقات بفضل استقلاليتهم وإيدياليتهم والتفكير المتقدم لديهم فهم لا يخافون من تحدي الوضع الحالي وخلق علاقات تتناسب بشكل فريد مع احتياجاتهم وقيمهم بالرغم من أنهم قد يبدون في بعض الأحيان بعيدين إلا أن تحت السطح يكمن بئر عميق من المشاعر والتعاطف في انتظار أن يكتشفها الشخص المناسب لذا إذا كانت لديكم فينوس في الدلو في خريطتكم الفلكية فاستمتعوا بتفردكم وتجرؤوا على الحلم بشكل كبير في الحب شكرا لمتابعتكم سنعود قريبا بمقاطع فيديو فلكية مثيرة أخرى حتى ذلك الحين واصلوا التأثير في العالم تذكروا العظمة لا تعرف حدودا تأكدوا من ترك تعليق على الصفة التي تتعلقون بها أكثر أو لاقتراح موضوع فيديو مقبل نحاول الرد على كل تعليق يتركه أحدكم إذا كنتم قد استمتعتم بهذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك للحصول على المزيد من المحتوى الفلكي حتى اللقاء المرة القادمة واصلوا السعي نحو النجوم ترجمة نانسي قنقر